بعد تأزم سياسي داما لنحو ثمانية أشهر وإثرى دخول رئيس الوزراء على خط الأزمة لإيجاد حل لها حسم أخيرا منصب المحافظ ورئيس مجلس كاركوك ففي مساء العشر من آب من العام الجاري أفضل اجتماع الذي عقده أعضاء في المجلس إلى اختيار ريبوار طاها من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني محافظا لكاركوك ريبوار طاها مصطفى من مواليد عام 1981 في حي أزادي بمدينة كاركوك أكمل المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في المحافظة كما حصل على شهادة البكالوريوس في التربية باللغة الإنجليزية وفي القانون ودبلوم في الإدارة والقانون من المعهد التكنيكي في المحافظة يجد اللغات العربية والكردية والإنجليزية كان عضوا بمجلس النواب للمرة الأولى عام 2014 وعضوا في لجنة نزاهة نيابية عام 2014 ترأس في العام 2018 قائمة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني للانتخابات البرلمانية يعد من أشد المدافعين عن الحقوق المشروعة لأهالي كاركوك وكردستان كان نائبا لرئيس لجنة كتابة نظام الداخلي للبرلمان انتخب في المؤتمرين الرابع والخامس لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني عضوا في مجلس قيادة الحزب وترأس في العام 2023 تحالف كاركوك قوتنا وإرادتنا الذي شارك في انتخابات مجالس المحافظات وكان من بين المرشحين الأكثر حصولا على الأصوات